اشتركوا في القناة احنا بطبيعة الحل بطن الجزء العلوي انا جي شوازي ندبله بالتيل انتو ما تقدرو تستعملوا اي قماشي ناسبكم على سبيل المثال تقدرو تستعملوا لدبلغ الشاش ولا شوازات ولا حتى لطوال كولونت احنا بطبيعة الحل باش نتحصل بطبيعة الحل على قطعتين بسك لغتعنا فيه دو مخصو هنا ما نحتاجش نزيد لفالور دي كوتور لانه هذ القطعة محسوب فيها حق الخياطة قطع ونبدأ مباشرة مع راحل الخياطة اول شي وش رح ندير البنت رح نخيط على مستوى الكاتفين يعني نخيط لساتن واحدو أو لطول واحدو احنا نخيط غير 05 كوالاكين توما نخيطوا واحد سنتمتر إذا كان لفاتمن يكون كبير مور ما نخيط الكاتفين راح نخيط يعني على مستوى فاتحة الرقابة لساتن يعني لساتن أو لطول نخيط هم كيف كيف أو نيبو دي كولتي دونك كيما راحو واضح هنا نخيط هم هكذا ونخيط فاتحة الرقابة دونك هنا خلاص نخيط فاتحة الرقابة دورك راح نخيط على مستوى يعني خط هنا نورمالما كنت حابة تكون عندي شوية كشكشة ولكن لقمة ما كفانيش دونك خليتو سامبل إذا نخيط الجهة تعل أمام وحدها والجهة تعل خلف وحدها كيما راحو واضح في الصورة هنا أنا ما حاش نستعمل لسورجوتز لأنه هذا توب للدمية ولكن توما وش تخيطو كامل جوزور للسورجي لأنه لازم نتحصلو في الآخير على خدمة نظيفة هنا ممكن انكم تديرو لسوخ بيكور هالي لأنه راح تتخبع بالقالون كيما راكو تشوفو هاولي كلو القالون اللي خيرتو باش نزين به هاذ القومش نبدأ بأسفل الجبا نخيط كامل طول يحني على مستوى الطول تاع الجبا نخيط القالون تاعي ورح نزيد له طبقة ثانية باش نزيد شوية في الطول تاع الجبا لأنه القمش ما كفانيش دونك بهذ القالون راح نزيد شوية في الطول تاع الجبا دونك انا كملت زينت الجبا تاعي بالزيجزاك كيما راكو تشوفو او القالون كابيل وتحصلت على هاذ الشكل دونك ما بقى لغير يعني نخيط القومش تاعي او الجبا تاعي من الجانب مراحل سهلة جدا وما اشتاخذ لك بزاف الوقت قبل ما نخيط لازم نتأكد انه فتحت الكم من الجهتين لازم تكون كيف كيف لانه عندي الخياطة غير من جهة واحدة فقط دونك لازم يجوني ايدونتيك ونغلق الجبا تاعي من الجانب وما ننسوش نستعملو سورجيتز كيما كوت قوت لكم انا هنا ما نستعملهاش لانه يعني اللي بس تعدوميا وهنا خلاص كملت خيط القماش تاع ساتن دوك راح نحدو باش يعطي لي نتيجة يعني خير من هذي والا هاي لك النتيجة اللي تحصلت عليها وقلتكم انه القماش هذا فصلت ان صنصبي دونك هاي لك هنا مرمى حدتها شوفو كيفاش يعني الخياطة تحطت ولا تشربها ودوك نجوزو الى المرحلة الموالية نخيطو لتشول تاعنا دونك دونك كما راك تشوفو هامليك كامل القطع اللي فصلناهم من قبل هاي لك عندي هنا دو منش قطعتين من الكم وعندي هنا دو يعني زوج من الخلف ونقطعة تاع الامام قطعة واحدة الامام ماشي مفتوحة وعندي ثاني لبا دو العغب اول شي نخيرو الالوان اللي راح نستعملوهم يوجد هذ الالوان هذو ما منتو ما لكم الاختيار انكم تستعملو الشي اللي يناسبكم على حسب الذوق تاعكم اول شي راح نبدأ نزين المانش توعي يعني ندير القالون في البا دو المانش كما راك تشوفو هنا خيط القالون مباشرة فوق الكم يعني بلا مندير السورج بلا مندير لغلي لماذا لانه لتشيل قوماش مية ما يتخذ الظرف او يعني تخيطوا واحد سنتيمتر تعطفوا واحد سنتيم وتبدأ وتديروا يعني تزيين تعكم هالي كنتيجة اللي تحصلت عليها دونك نجوزوا الى الباترون او القطعة تاع الجزء العلوي نخيطوا على مستوى الكتفين باش يعني نوحد والباترون تعنا ويرجعنا الجزء العلوي قطعة واحدة من بعد نبدأ نزيين القالون تاعي في فتحة الرقابة بالنسبة للخلف والامام دونك نخيط قبالة كي ما ركو تشوفوك خيط القالون تاعي على مستوى فتحة الرقابة بالنسبة للخلف والامام دورك نكمل الخيط للمانش توعي هنا على مستوى الكم احا نكمل نزيين فتحة الراقابة باش نخبي شوية الخياطة تاع الكم دونك هاي لك النتيجة يعني ابا بخي بدت تتبان النتيجة تاع ل ال دولار أو الجزء العلوي دونك هذو ما سدي مزيغ تاع بوبي ما هو شي يبان مليح ولكن لو كان ندير هذو المزيغ هذو ما في مقاسات كبيرة رح يجي بليبو كما مال فندير في القفاط يعني ندير السوتاج انا فضلت ندير هنا مثلا زيج زاج رح يشبه للجبا وفي نفس الوقت رح يخبي لي الخياطة تاع تشول هنا سيبان راني كملت خيط الجزء العلوي ما بقال غير نخيط يعني لكوتي تونك وش ندير نخيط الجانبين كي ما راه واضح نقلب الثوب بتاعي خلاص كملت قد كنت ما ما تنسوش تدير السوجي انا ما درج السوجي تقلب الثوب بتاعكم كي ما راني ندير يعني نتبعو هذ المراحل والا والنتج راه بدأ تتبان الجزء العلوي تاعنا خلاص كملت ثم تحب تزيد يعني تزين كتر من هذ شي ممكن نجوزه الى الجزء السفلي واشترت يعني فتحت اولا قماش لانه كان على شكل دائرة فتحته باش جيني فتحة واحدة وضوك اول شي واش ندير راح نبدأ نزين لباع بتاع الغلو نستعمل نفس الغلون اللي استعملته بالنسبة للجزء العلوي او بالنسبة للساطع اول شي درت هذ الغلون الشكل نستعمل يعني نفس الالوان اللي استعملتها بالنسبة للجزء العلوي دونك خلاص كملت استعملت هذ القطع الولا عندي هذ لغالون ولكن ما يكفينش دونك واش ندير راح نقسمو الى ثلاث اجزاء ثوى باوند باش يكفيني وما حش يتفزر لانه صوف وبهذ الشكل تحصلت على الكمية اللي نحتاجها باش نزين القالون هذ ما نخيطوش مباشرة راح نخلي فراغ معين اللي راح يعطيني شاغ من هذ العض نوك كملت خيط هذ القالون نزيد نستعمل يعني الوان اخرى باش نزيد يعني نمد الجمال اكثر لهذا الفستان انتو ما ما مكوش مقيدين بهذا الوان ممكن تستعملو الوان اخرى لنك هنا لازم تتأكدو انو يعني المسافات اللي خليتوها تكون كيف كيف بالنسبة للجهاتين هاي الناتجة اللي تحصلت عليها بعد ما كملت خيط الجزء السفلي تاعي ما بقى لغير نخيط الجزء العلوي مع الجزء السفلي بطبيعة الحال على مستوى خط الخصر لنك وش ندير العلوي والجزء السفلي أنا لما اغتو عيرهم اكزاكت ما عندي ما نزيت ما نقص نخيط هنا لنفو دولاتاي نذكركم انكم هنا لازم مول ما تخيطو تستعملو سرجيط باش تفينيو بيان الفيتمان تاعكم الداخل مهم جدا خاصة اذا كان الفيتمان سواري متقدروش تستغنو على هذه الآلة في حالة ما عندكم هذ الآلة تقدرو تفينيو بالبيي ولا لتو تقطعو لتو الى شرائط يعني كيش غلبي وتفينيو به هنا راني خيط ونيفو دولاتاي سي بان نوك وش ندير نزين راح نستعمل بطبيعة الحال 1 غالون باش نخبي الخياطة هذي لي قاتتلي ما زل ما قيط راح نستعمل هذ اللي قالون هذ اللي خيط به لوساتان تاعنا اشفاو هو اللي استعملتو باش ينتبه لوساتان تاعنا دونك نخيط كيما راكو تشوفو بديت من اسفل الجبه وروح توصلت حتى خط الخصر او لالين دولاتاي ودرت يعني تبعت الخياطة في نفس الوقت خبيت هذي الخياطة اللي خيطها يعني كيما كتشوفو زين للجبه في نفس الوقت تعطى لي انبون فينسيون كيما راكو تشوفو راني كملت خيط الجبه تاعي نكمل نزين لسانتور تاعي هاي لك لسانتور سي بون كملت خيطها حنخيطها يعني نفكسيها معا لغوب ونيفو دولاتاي نحدد لغوب هذي كامل نلبسها للمانكة ونولي لكم باش نشوفو النتيجة سي بون بنت هاي لك كملت الحمدولله الجبه تاعي درت لها انبوني شباب عفيك لوتشو البرك وهاي لك النتيجة قدامكم هاي لك الامام بتاع لغوب هاي لك القبة اللي راه محطوطها قدام لغوب هني حطيت لكم ديجا درت ديجا فيديو كيفاش تحصلت عليها وهو لك الخلف تاع لغوب لدود لغوب هاي لك النتيجة قدامكم نتمنى انو الفيديو هدي عجبتكم خلو لي تعليقات تواكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله